مع تقدم العمر يبدأ الجسم في تفاعل مختلف مع المشروبات اليومية التي تستهلكها بشكل اعتيادي وعلى رأسها الشاي والقهوة وبينما يرى البعض أن القهوة تساعد على النشاط والتركيز يفضل آخرون الشاي بسبب خفته وهدوئه على المعدة لكن السؤال الذي يطرحه كثير من كبار السن وأسرهم أيهما أفضل للصحة من تجاوز الستين ولماذا؟ أخي الكريم لا تنسى الإعجاب بالفيديو واكتب تعليق تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وتخبرنا من أي بلد تشاهدنا وعلي حسب ما أفاد موقع فيهيلفي سنتناول أيهما أفضل في أربعة نقاط واحد التأثير على الجهاز العصبي والذاكرة القهوة تحتوي على نسبة كثير أعلى من الشاي ما يساعد على زيادة التركيز والانتباه وفق دراسات نشرتها جمعية الزهيمر الدولية فإن تناول القهوة باعتدال كوب إلى كوبين يومياً قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بضعف الإدراك المرتبط بالعمر أما الشاي الأخضر والأحمر فكلاهما يحتوي على مدة التي تعمل على تعزيز التركيز لكن بدون التوتر العصبي الذي قد يسببه الكفين لذلك يعد الشاي الأخضر خياراً مهدئاً يحسن لانتباه دون رفع معدر ضربات القلب وهو ما يناسب كبار السن الذين يعانون من القلق أو الأرق اثنان القلب وضغط الدم تشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة قد ترفع ضغط الدم مؤقة خاصة عند من لا يشربونها بانتظام أما الشاي خاصة الأخضر فله تأثير مهدئ على الأوعية الدموية وقد يساهم في خفض ضغط الدم بمرور الوقت لذلك فإن مرض ارتفاع الضغط أو من لديهم تاريخ من مشاكل القلب قد ينصحون بتقليل استهلاك القهوة وتفضيل الشاي أو اختيار القهوة من سوعة الكافي ثلاث العظام وامتصاص الكاسيوم كبار السن معرضون أكثر لخطر هشاشة العظام وهنا يجب لانتباه إلى أن الإفراط في شرب القهوة أكثر من ثلاثة أكواب يومياً قد يضعف انتصاص الكاسيوم في الجسم أما الشاي فيحتوي على كمية كفين أقل وبالتالي فإن تأثيره السلبي على العظام أضعف بكثير أربع جودة النوم مع التقدم في العمر تزداد مشاكل النوم ولهذا فإن تناول القهوة في ساعات متأخرة قد يؤثر على جودة النوم بالمقابل يمكن أن يكون الشاي خاصة الأنواع الخالية من الكفين مثل شاي البابونج خياراً منتازاً لمساعدة كبار السن على الاسترخاء والنوم الهادئ متعكم الله بالصحة والعافية شكراً أصدقائي على الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة